اشتركوا في القناة في القناة السعودية نستهلها بالعنوين تحت رعاية خادم الحرمين رابطة العالم الإسلامي تنظم غدا مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة اعتبارا من الغد وحتى اكتمال العدد بدء استقبال طلبات تسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام وفي نسختها الرابعة تبرعات حملة إحسان تتجاوز المليار ريال تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تنظم رابطة العالم الإسلامي غدا لأحد المؤتمر الدولي بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية إضافة إلى مواجهة خطابات وشعارات وممارسات تطرف الطائفية تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام وذلك اعتبارا من يوم الغد حتى اكتمال العدد وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية بالمسجد الحرام وأن لا يقل عمر المعتكف عن ثمانية عشر عاما وأن يكون الدخول للاعتكاف بداية من العشرين من رمضان كثفت رئاسة شؤون أو الشؤون الدينية دروسها الدينية في إطار خطتها لشهر رمضان المبارك في جميع مواقع المسجد الحرام إثراءا للتجربة الإيمانية بهدف تهيئة البيئة التعبدية للقاصدين والزائرين كما أن مناشط الدروس الدينية في المسجد الحرام مستمرة على مدار الساعة بالإضافة إلى وجود باركودات لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات بحيث يتوجه الزائر إلى الدرس الذي يريده مباشرة أكد الوكيل المساعد للخدمات التطوعية بالمسجد النبوي نايف المطيري أن الهيئة العامة للعناية بالحرمين تفاعل دور التطوع في خدمة ضيوف الرحمن مع إضافة خدمات تطوعية جديدة خلال شهر رمضان المبارك موسم رمضان يكون هناك فيه اهتمام أكثر من خلال العمالة التطوعية وجهد أكثر في تقديم العمالة التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وذلك من خلال توزيع وجوات الإفطار والمساندة في إرشاد الإرشاد المكاني وتنظيم الحشود وكذلك الآن تم توفير في موسم شهر رمضان المبارك مبادرة تطوعية نوعية وهي استقبال ضيوف الرحمن على مداخل الساحات والترحيب بهم في دخولهم للمسجد النبوي الشري أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وذلك بإشراف مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة المصليات المؤقتة امتدادا للصفوف المصلين بالمنطقة المركزية في الطرق المؤدية للمسجد الحرام بطريق الميسيال وطريق إبراهيم الخليل حيث تهدف المبادرة إلى توفير مصليات المهيئة للمصلين في الطرق المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض منذ بداية الشهر الفضيل جميع السعدادات لتغطية المصليات النسائية في المساجد والجوامع في مختلف أرجاء العاصمة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمصليات النسائية أو للمصليات النسائية والتأكد من سير الخطط المعتمدة لشهر رمضان وتنفيذها على أكمل وجه تماشيا مع رسالة الوزارة في خدمتها لبيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين دشنت وزارة الشون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألسعود من التموري لجمهورية بولندا بمناسبة شهر رمضان وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح ومفتي جمهورية بولندا ومندوب وزارة الشون الإسلامية والدعوة والإرشاد وستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية في بولندا دشنت وزارة الشون الإسلامية في سفارة المملكة في البوسنة والهرسك برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتموري وتفطير الصائمين في كوسوفو خلال شهر رمضان في العاصمة بريشتينيا وذلك حيث سيتم توزيع خمسة أطنان من التمور يستفيد منها قرابة عشرين ألف مسلم ومسلمة وأكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفو نعيم ترنافا خلال تدشينا المملكة وقفت مع الشعب الكوسوفي تاريخيا وقدمت الدعم لهم ماديا وسياسيا ومعنويا في مجالات مختلفة تجاوز التبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة إحسان المليار ريال منذ إطلاقها متجاوزة جميع النسخ الثلاث السابقة ويأتي تأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان بهدف تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم لمستحقها في أسرع وقت في طار ما تليه قيادة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر جددت الهيئة العامة لتنطيم لإعلام دعوتها عبر حسابها في منصة إكس للإبلاغ عن أي محتوى مخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موقعها الإلكتروني يأتي ذلك ضمن حملة الهيئة معا ضد المحتوى المخالف للارتقاء بالمحتوى المحلي أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحرص على شراء المنتجات من مصادر موثوقة وتجنب الادعاءات المضللة التي تحمل عبارات كتخفيض الوزن أو معالجة السكري أو تساعد على التقوية الجنسية وكذلك تبيض البشرة فضلا عن معالجة ألام المفاصل ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المخالفة بكافة أشكالها لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الإتمانية للمملكة من A إلى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وأوضحت الوكالة بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الإتمانية جاء على خلفية السمرار جهود المملكة الإصلاحية ودعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط بـ 3.3% خلال الأعوام 2024 إلى 2027 على المدى المتوسط بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة تواصل الجهات الأمنية حربها على المخدرات حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والقبض على شخصين لترويجهم مادة الإنفيتامين في المدينة المنورة وحائل فيما تمكن حرس الحدود في جازان وعسير من إحباط 345 كيلو جرام من القات والقبض على أربعة مخالفين أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية ألفا وواحدا وثمانين شخصا إضافة إلى تورط أربعة وعشرين شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستري عليهم شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إعلان تحالف سعودي لتأسيس شركة تعنى بقطاع التربية الحيوانية المكثفة لإنتاج اللحوم الحمراء من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك والشركة المتحدة للأعلاف إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهدب وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وبناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياضة طائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشر التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحمل على متنها ثمانين طن من المواد الإغاثية متوجهة إلى مطار زوسوف البولندية القريب من الحدود الأوكرانية وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية تمهيدا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا ويأتي ذلك في إطار دور المملكة بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الأرصى تتوقع حالة مطرية على معظم المناطق والدفاع المدني يجدد تحذيراته أهلا بكم من جديد يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني حيث وزع المركز السلال الغذائية على النازحين في مراكز الإغاثة المحافظة في رفح جنوب قطاع غزة هذا وتجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 673 مليون ريال فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون وسبعة مائة وسبعة وستين ألف متبرع وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عطاءه خلال شهر رمضان وذلك بتقديم يد العون والمساعدات الإغاثية في اليمن للإسهام في تخفيف المعاناة عن المتضررين والمحتاجين ومساعدتهم نتابع تتواصل مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مختلف المجالات باليمن وفي شهر الخير يستمر أعطاء المركز دون توقف ومن أجل تعزيز الأمن الغذاء في اليمن وزع مركز الملك سلمان في العاصمة المواقعة عدد أكثر من 3200 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن 22 ألف مواطن يمني في عدة مديريات بالمحافظة مركز الملك سلمان له دور كبير في كل المناطق في كل المناطق اليمن ولكن نحن في هذه المناطق نطالب المزيد ونشكر حكومة المملكة قيادة وشعبا على الدعم الصخي ونتمنى استمراره مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن يعد أحد المشاريع الغاثية ويعمل على أكثر من 119 ألف سلة غذائية يستفيد منها ما يزيد عن 170 ألف شخص من الأسر الأكثر احتياجا في خمس محافظة يمنية يدشن في مديرية الشحر في مدينة الحامي توزيع السلة الغذائية للمحتاجين من أبناء هذه المدرية في إطار المساعي التي تسعى إليها مركز سلمان لإغاثة المتضررين من الحروب وفي مديريات المسيلة وحسين والغيظة بمحافظة المهرة وزع مركز الملك سلمان 1229 سلة غذائية تستفيد منها نحو 8000 من الأسر الأكثر احتياجا في تلك المناطق عبدالفتا غلاب عدن وعن حالة التقصي في المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد سمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوب برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقة جازان وعسير في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والقصيم والحدود الشمالية طريف والجوف والقريات وقد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف تبوك وحائل والقصيم هذا وحدر الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم داعيا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحدر واتباع تعليمات السلامة خلال الاضطرابات الجوية سائحة أوكرانية مقيمة في منطقة حائل جذبها التعرف على ثقافة وركوب الخيل العربية إضافة إلى شغفها في تجربة الزي السعودي ما جعلها تمتلك هي وابنها عددا من الخيول العربية والاعتناء بها المزيد في سياق التقرير التالي عشق الخيل العربي أصبح عابرا للكرات حتى استوطن في قلب سائحة أوكرانية مقيمة في المملكة إيدينا تعيش جزءا من روتينها اليومي برفقة ابنها في الاعتناء بخيلها العربي الذي امتلكتهم مؤخرا في إحدى استبلات منطقات حائل أريد أن أتعلم كيف يعملون الأولى كما هي بيدوين يعملون في التعرف مع عبارات العربية لأنه مختلفة كما فعلنا في أكريانيا يعملون بمعلمات الحياة وهو ما يستخدمونه وإنراجات لأني مهمة بشكل مهم اهتمامها بالتاريخ العربي قد شغفها حبا حتى باتت تبحث عن كفية تواصل العرب قديما مع الخيل انتهى باكتشافها مدى التشابه بين الثقافتين العربية والأوكرانية أمجاد الحربي حائل زار النائب العام والشيخ سعود المعجب فرع نيابة الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة حيث التقار أساء وعضاء نيابات ومنسوبها وأكد النائب العام أن الغرض من إنشاء فرع النيابة بجانب الحرم المكي هو لخدمة ضيوف الرحمن ويلقى الحاج والمعتمر العناية التامة والعدالة والإنجاز كما أكد على تفعيل واستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي خاصة في الترجمة بجميع اللغات التي من شأنها التسهيل على الحاج والمعتمر كثف الدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي على مباني الإيواء السياحي ومواقع تجمعات خلال شهر رمضان لتعزيز جودة حياة زوار المسجد النبوي الشريف والمعتمرين كما أكد الدفاع المدني على جاهزية جميع الفرق الميدانية لتقديم خدماتها في حرم المسجد النبوي الشريف وساحاته للمحافظة على سلامة مرتدية المسجد النبوي وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وللحديث عن الحالة المطرية وأبرز التوقعات عن أحوال الطقس للمملكة العربية السعودية ينضم إلينا المتحدث أو متحدث المركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني مساء الخير أستاذ حسين وأهلا ومرحبا بك معنا في نشرة الأخبار وشهر مبارك عليك بإذن الله تعالى الشهر مبارك على الجميع وأهلا وسهلا فيكم جميعا بداية أستاذ حسين دعنا نتحدث عن الحالة المطرية التي تعيشها أغلب مناطق المملكة في هذه الأيام وبداية الشهر الفضيل نعم حقيقة هذه حالة ربيعية سمت قطر ربيع فرص قطور الأمطار على معظم مناطق المملكة تتفاوت ما بين خفيفة إلى متوسطة تصل إلى غزيرة على بعض المناطق هذه الحالة المطرية مستمرة بمشيئة لا نتوقع أن يقوم المركز الوطني الأرصاد أيضا بتحديد هذه الحالة للأسبوع المقبل بفرص قطور أمطار قد تصل بعضها إلى غزيرة على بعض المناطق المملكة نلاحظ الآن أن المركز الوطني الأرصاد يعلثا به متقدم على بعض مناطق عتير وأيضا نجران وأيضا أجزاء من المدينة المنورة ومحتفعات منطقة مكة المكرمة فرص قطور الأمطار ما زالت وارثة وكما ذكرت في البداية نحن في فصل الربيع وهذه الأمطار الربيعية ستكون مستمرة معنا لكن ستكون أقل من المعدل في الأعوام الماضية نعم أستاذ حسين مثل هذه الأمطار الربيعية ما هي أبرز التحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد ويحذر منها في بعض المناطق التي تعيش تحت هذه الحالات نعم بلا شك أن فصل الربيع له سمتين أساسية فرص فطول الأمطار وأيضا الرياح النشطة المثيرة للأجربة هذه السمتين مهمة جدا في فصل الربيع عادة المركز الوطني للأرصاد ينبه من الرياح النشطة المثيرة للأتربة خاصة على المناطق المفتوعة ويضع الجميع إلى الاستفادة من هذه الأجواء مع الأخذ في الاعتبار تعليمات الجهات المستصرة وكذلك مراقبة معلومات الصقف عبر المركز الوطني للأرصاد الاستفادة من هذه الأجواء وأيضا للابتعاد عن المخاطر التي قد تنتج عنها هناك أيضا تذبذك في درجات الحرارة نواحظ أن فترة الظهيرة تختلف كليا عن فترة المساء هناك أجواء لطيفة في فترة المساء بينما قد تكون حارة في فترة الظهيرة نستعد تدريجيا إلى أن ندخل بأجواء أو نكترم من فصل الصيف بعد سهرين من الآن إن شاء الله نعم أستاذ حسين إلى متى تستمر هذه الحالة المطرية أو هل هناك توقعات مثلا إلى نهاية شهر رمضان نعم أنا أتوقع بمشيئة الله تعالى وبناء على المعلومات الصادرة من المركز الوطني الأرصادي استمرار هذه الحالة وهناك أيضا تقرير سيتجتز من المركز الوطني الأرصادي يشير إلى فرص وطول عن طار أيضا على أعدد من مناطق المملكة مطلع الأسبوع المقبل بمشيئة الله نعم إذا المتحدث للمركز الوطني الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني شكرا جزيلا لك على هذا الإضاحة نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين رابطة العالم الإسلامي تنظم غدا مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة اعتبارا من الغد وحتى اكتمال العدد بدء استقبال طلبات التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي نسختها الرابعة تبرعاته حملة إحسان تتجاوز المليار ريال شكرا لكم شاهدين الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه حفظه نشتركه في القناة